السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي مصر جدا للقائكم مرة أخرى اليوم بإذن الله سأتقاسم معكم أحد أسرار رائعة والمفيدة الغير معروفة والتي أستخدمها مع موقع اليوتيوب منذ سنوات والتي ستمكنك أستاذي أستاذتي من استغلال والحفاظ على وقتك الثامين خاصة مع فيديوهات الدروس الطويلة على سبيل المثال وكلا أطلع عليك الكلام فهي ببساطة ستمكنك من مشاهدة فيديوهات اليوتيوب مع تصفح الفيسبوك أو المحادثة عبر الواتساب مثلا في نفس الوقت أي أنك تقوم بعملين مختلفين يصعب الجمع بينهما لحد الساعة في نفس اللحظة وأثمنى منكم أحباتي تقاسم هذه الطريقة المفيدة مع أصدقائكم خاصة مع زملائنا أستاذ الأفاضل وأستاذات الكريمات أيضا مع أحبابنا التلاميذ لا لشيء إلا لتعم الفائدة إذن على بركة الله فمثلا أريد مشاهدة هذا الفيديو وفي نفس الوقت أريد أن أتصفح الفيسبوك أو أن أستخدم الواتساب إذن الطريقة ببساطة سأقوم فقط بالنقر هنا ثم بعد ذلك سأقوم بالنقر على الشير بعد ذلك من هنا سأقوم بنسخ رابط هذا الفيديو وفتحه في تطبيق الفيرفوكس سأقوم بالبحث عن تطبيق الفيرفوكس إن كان موجودا بهاتفي ثم سأقوم باختياره بطبيعة حل لمن لا يملك هذا التطبيق بهاتفي فسأترك لكم رابطه أسفل هذا الفيديو ثم بعد ذلك سأقوم فقط بالنقر عليه Open كما طرنا معي تم فتح هذا الفيديو من خلال تطبيق متصفح الفيرفوكس سأقوم بتشغيله ثم تكبير الشاشة بالطريقة المؤتدة كما طرنا معي بعد ذلك سأقوم فقط على الزر Home للهاتف كما طرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجميل أنه يمكنني تحريك هذه الشاشة إلى أي مكان أريد بالهاتف بعد ذلك يمكنني مثلا فتح الواتساب كما طرنا معي والاشتغال عليه أيضا نفس الشيء يمكنني فتح تطبيق الفيسبوك والتفاعل مع المنشورات تعليق مثلا أو أي شيء أريده كما طرنا معي وأخيرا أرجو منكم إخواني أخواتي أن تتقسموا أنتم أيضا هذه الطريقة الرائعة والمفيدة جدا مع أصدقائكم خاصة مع زملائنا الأستاذ والأستاذات أيضا مع أحبابنا التلاميذ لا لشيء إلا لتعم الإفادة وترقبوا عن مقارب بإذن الله مشاركة جديدة ومفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته